نعم الحرائق مستمرة وعادة ما يكون هناك تعاون بين قوات الدفاع المدني في أوروبا على الأقل في أوروبا الجنوبية لكن مع الكوارث الطبيعية والحرائق في الغابات لم يتم مد يد العون بين تلك الدول بإطفاء تلك الحرائق فالطائرات الإسبانية المتخصصة في هذا المجال استنفذت وكذلك قوات الدفاع المدني كما نشاهد خلفي الكثير منهم انتشروا في غابات المنطقة خوفا من اندلاء حرائق أخرى وأصبحت هذه القوات غير قادرة على مساعدات أو مساعدة القوات البرتغالية لإخماد حرائق غاباتهم طبعا وهو الحال ذاته في إيطاليا وفرنسا عند فادي واليونان وبريطانيا وأجبرت الحرائق التي دمرت أجزاء مختلفة من الجغرافيا الإسبانية هذا صح التعبير لمدة عشرة أيام حوالي 11 ألف شخص على النزوح المناخي هذه المرة بسبب خطر النيران وانبعاثات غازاتها في مدينة أفيلة في محافظة سيبريروس التي تبعد من هنا ما يقارب المائتي كيلومتر ويستمر حريق الحرائق طبعا في التقدم بشكل غير مؤاتل بسبب الرياح في جاليسيا أحرقت النيران أكثر من 22 ألف فيكتار أكثرها قلقا هي حرائق لوجو وغاليسيا ومناطق أخرى من المنطقة ولكن اللافت طالب رجل أو رئيس المجلس العسكري في مقاطعة كاستية ليون المقاطع الموجودين فيها إحنا الفونسو فرناندز بعقد مؤتمر استثنائي لرؤساء المقاطعات الإسبانية كافة لمعارجة مستقبل الوقاية من حرائق الغابات وإخمادها في مواجهة الظروف المناخية الاستثنائية للمطالبة بتدابير استثنائية للوقاية وتفادي الأخطار البيئية في هذا البلد يعني الوضع بعده ماهدي مثل ما بنقول باللغة العامية ولكن هناك طبعا حرائق هنا وهناك ودائما تكون هذه الحرائق في ساعات ما بعد الظهر وساعات الغروب يعني حدنا مبارح يوم أمس وجود طائرات لإطفاء لإخماد الحريق في سماء هذه المنطقة نعم هناك تعاضد وهناك تماسك بين مزارعي هذه المنطقة أولا المزارعين الإسبان فيلعب المزارع الإسباني دورا مهما بإنقاذ أرواح ومنع تقدم النيران إذ يقوم الكثير منهم باستخدام أتراكتورز أو جراراتهم لمنع توسع انتشار أرسلة اللهب وذلك بجرف التربة لعزل تقدم النيران والتهامها لبيوت وأرادة زراعية هناك مساعدات أوروبية على الأقل ولكن أقل مما كان تتوقع السلطات المحلية في جاليسيا وكسيا ليون في هذه المنطقة فالكثير منهم مهتم بمشاكله المحلية إن كانت في فرنسا أو في البرتغال البرتغال التي لا تبعد عن هذه المنطقة كثيرا فقد أعلن مدير الصحة العامة في برتغال أن عدد الوفايات وصلت إلى 1063 شخص في البلاد بسبب موجة الحروة طيب بدي أكتفي بهذا القدر معك يا ليس ومساحات خضراء في شمال البلاد ومنطقة بورتو اشتركوا في القناة